في بداية كتب أول أنه في ناس كتير في لغة ما بين علم النفس وعلم الاجتماع ناس يعرفوا أنه دول يندرجوا تحت كلية تربية وعلم النفس أو تربية وعلم الاجتماع أقدر كده بلمحة بسيطة أنا أفرق بين علم النفس وعلم الاجتماع علم الاجتماع حاجة مختلفة بالكامل عن علم النفس بس اللي مش مختص غالبا يدخل الاثنين ويعتقدهم شي واحد علم النفس هو يدرس النفس الإنسانية والفرد ويدرس مدلولاته وسلوكه ومشاعره وفيه نظريات خاصة في علم النفس علم الاجتماع هو شيء مختلف وفيه له فروع متعددة اللي هو يدرس المجتمعات يعني أكثر من ثلاثة وكيف تؤثر في بعض يعني البيئة الاجتماعية يدرس الأسرة يدرس الزواج يدرس الظواهر الاجتماعية مثل الآن كثير من الظواهر الاجتماعية اللي دارجة في العصر ويدرس لوين رايح المجتمعات فهو له تخصصات كثير وممتعة هو ممكن يدرس لك البيئة بيئة العمل أيوة ممكن يدرس لك بيئة أي بيئة هي مكون من ثلاثة وأكثر الأساليب العلاجية في علم الاجتماع مختلفة عن الأساليب العلاجية في علم النفس هو اللي يشتغل إذا شفتي كثير مثل دكتور فيلب الأمريكي اللي هو يجمع ثلاثة أو الحوارات الأسرية أو العلاج الجماعي إنه ممكن ممكن يلاقيها مع الإدمان ممكن يلاقيها بأشاء كثير اللي هما قروب علاجي هو أقرب أكثر للتواصل بين أكثر من حد من أكثر من حد بيحل المشكلة بيحاول إنه هو يجمع أكثر من فر مثل زي كده الزواج مثل الأسرة مثل أهل مريض أوكي فالخصائي الاجتماعي يشتغل مع أهل المرضى يشتغل مع مجموعة سا